تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكا بنت إبراهيم أهل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رفعت سموه فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة اليبيل الفضي لتولي جلالته حفظه الله مقاليد الحكم في الملاد في مناسبة وطنية جامعة نستذكر فيها واحدة من أعظم اللحظات في تاريخ مملكة البحرين الحديث عندما تلاقت إرادة جلالته السامية مع إرادة شعبه المخلص وانطلق العمل نحو بناء وطن مزدهر ومستقر يحقق كل يوم مزيدا من الإنجازات والمكتسبات وأكدت صاحبة السمو في برقيتها أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم والتي بشر جلالته بها منذ توليه حفظه الله مقاليد الحكم قد رسمت طريقا واضح المعالم نحو المزيد من التقدم والرفع وسرعان ما حصدت مملكة العزيزة مارها تطورا وازدهارا في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباتت تنعم بأعلى درجات الازدهار والتعايش والتسامح والعدالة والتنمية مثمنة سمو حرص جلالته على أن يكون للمرأة البحرينية حضور بارز وفعال في مسيرة البناء الوطني من خلال دعم جلالته السامي للمجلس الأعلى للمرأة وتعزيز عمله لمواصلة دوره الفاعل في خلق منظومة متكاملة لتمكين المرأة وتقدمها مما أسما في أن تكون المرأة البحرينية أنموذجا للعطاء المستمر وشركا فاعلا في بناء نهضة وطننا العزيز وأكدت صاحبة السمو لصاحب الجلالة أن المجلس الأعلى للمرأة سيبقى حريصا على ترجمة تطلعات جلالته في تنمية دور المرأة ودمج احتياجاتها في مختلف مسارات العمل والتنمية الوطنية وذلك بما يتولاه من مسؤوليات لمتابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان حقوقها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين وما يطلقه من مبادرات نوعية لرفع نسبة مساهمة المرأة في كافة المجلات تفعيلا لما جاء في النصوص الدستورية لتواصل مسيرة العطاء بجوار أخيها الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني سائلة سموها المولى عز وجل في هذه المناسبة أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويحقق لجلالته ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم لهذا الوطن الغالي وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والرخاء والسعادة وأن تبقى هذه المناسبة العزيزة محطة من محطات تجديد الولاء والإخلاص في تنفيذ الرؤية الشاملة لجلالته والمساهمة في بناء المستقبل الذي نتطلع إليه جميعا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة سمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعرب جلالته فيها عن بالغ السرور والاعتزاز بتهنئة سموها المباركة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم في مملكة البحرين قبل خمسة وعشرين عاما عندما التقت إرادة جلالته بإرادة شعبه العزيز بإجماعه على ميثاق العمل الوطني الذي كان تمهيدا لمشروع جلالته الإصلاحي الذي نقل بلدنا العزيز إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني البناء في إطار الثوابت والمبادئ الراسخة والتي ما تزال وبعد مرور خمسة وعشرين عاما نهجا وطنيا شاملا لمختلف مسارات العمل والإنجاز بفضل الله وبتكات في جميع الجهود مستذكرا جلالته بهذه المناسبة السعيدة دور سموها الكبير والمشرف في تعزيز مكانة المرأة البحرينية خلال السنوات المضيئة الماضية وعبر رئاسة سموها للمجلس الأعلى للمرأة في سبيل تمكينها على كافة المستويات بعد أن تبوأت مركز المواطنة الكاملة بحصولها على حقوقها السياسية الكاملة وعلى العديد من المكتسبات الحضارية الكبيرة والمشرفة مشيدا جلالة الملك المعظم بدور صاحبة سمو يحفظه الله فيما تطلع به والمجلس الأعلى للمرأة من مهام وأدوار نوعية ومشرفة وما يحققونه من إنجازات مستمرة تتجاوز تعزيز مكانة المرأة ودورها إلى المساهمة في بناء غد أفضل للبحرين وشعبها العزيز سائلا جلالته الله تعالى أن يحفظ سموها عزا وذخرا ترجمة نانسي قنقر